المسيح المعود عليه السلام أحب العرب وقال من لم يكرمكم فقد جار واعتدع ماذا كتبه عن العرب استاذ فتحي من الهند وفي القرن التاسع عشر قبل أن يحدث ما يحدث الآن ولمصلحة العرب وحب العرب وحتى لا تخرب بلاد العرب وحتى ينقذ دماء العرب قد كاتب هذا الإنسان إلينا الكتب بدلا من الكتب التي تصل إليهم في التكفير من الهند الآن وباكستان فتخرب بلادهم وتدمر أبناءهم وتجري بها الدماء عندهم فانظروا قبل مئة وعشرين عاما ماذا كتب وماذا أرسل لعمران بلاد العرب ولا زالت الدعوة قائمة لكي ننقذ ما بقي من بلادنا كتب قائلا وإني معكم يا نجباء العرب بالقلب والروح وإن ربي قد بشرني في العرب وألهمني أن أمونهم وأريهم طريقهم وأصلح شؤونهم وستجدوني في هذا الأمر إن شاء الله من الفائزين وما ألفت هذه الكتب إلا لأكباد أرض العرب وكان أعظم مراداتي أن تشيع كتبي في تلك الأماكن المقدسة وكان أعظم مراداتي أن تشيع كتبي في تلك الأماكن المقدسة والبلاد المباركة فرأيت أن شيوع الكتب في تلك البلاد فرع لوجود رجل صالح يشيعها يعني مرهون بذلك وأيقنت أن شهرة كتبي وانتشارها في صلحاء العرب في صلحاء العرب ودائما كان يرسل ويقول أيها الأتقياء أيها الصلحاء أيها الذين تعرفون الله كل كتب إلى من يعرف الله إلى العنوان الصحيح وأيقنت أن شهرة كتبي وانتشارها في صلحاء العرب أمر مستحيل من غير أن يجعل الله من لدونه ناصرا منهم ومن إخوانهم فكنت أرفع أكفة ضراعتي والابتهال لتحصيل هذه المنية وتحقيق هذه البغية حتى أجيبت دعوتي وأعطيت لي بغيتي وقاد إلي فضل الله رجلا ذا علم وفهم ومناسبة ومن علماء العرب ومن الصالحين ووجدته طيب الأعراق كريم الأخلاق متهرة الفطرة لو ذعيا ألمعيا ومن المتقين فابتهجت بلقائه الذي كان مرادي ومدعائي وأبحث القموس على كلمة مدعائي وأذوق عليها حتى أجدها في مكان مدفون في أعماق بطني لسان العرب وإذا به مدعائي يعني ودعائي وهو دائما يفسر الكلمات الصعبة بعد ذلك في بقية الجمل وحسبته باكورة دعائي يعني يرسل كلمات يدل بها على أنه هو المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لأنه لا يمكن لأحد من القرى الهندية بأكملها أن يكتب هذه الكلمة ومدعائي بمعنى ودعائي إلا إذا كان من الله فلم يحدث ولم تلد أرحام الهند بأكملها مهما درسوا في اللغة العربية ومهما حتى ولدوا في بلاد العرب ومهما ألفوا لم يحدث أن أحدا منهم يستطيع أن يكتب مثل هذه الجملة بلقائه الذي كان مرادي ومدعائي وحسبته باكورة دعائي وتفائلت به بخير يأتي وفضل يحمي وازدهاني الفرح وازدهاني الفرح وصرت يومئذ من المستبشرين فهنيت نفسي هناك وشكرت الله وقلت الحمد لك يا رب العالمين وكذلك صرف الله إلي نفرا من العرب العرباء فبايعوني بالصدق والصفاء ورأيت فيهم نور الإخلاص وسمة الصدق وحقيقة جامعة لأنواع السعادة وكانوا متصفين بحسن المعرفة انظروا الصفات التي يتكلم بها هي الصفات التي هي دمه يجري بها ولحمه معجون بها وهذا هو الذي يعرفه فهو لا يعرف إلا الصفاء والإخلاص والصدق وأنواع السعادة والتقوى والصلاح تلك هي لغته الروحانية وعلى هذا بنيت خلاياه خلية خلية وكانوا متصفين بحسن المعرفة بل بعضهم كانوا فائضين في العلم والأدب وفي القوم من المشهورين وألف بعضهم رسالة في تصديقي وتأييدي ورد على الذين كانوا من المنكرين ورأيت أنهم يميلون إلي بالتودد والتحبب ولا يشابهون بعض علماء الهند في إيه بها ولا يصرون على الإنكار بعد ما فهموا ولا يصرون على الإنكار بعد ما فهموا دي الصفة اللي عجبته في علماء العرب الذين قابلهم ولا يصرون على الإنكار بعد ما فهموا فهذا هو السبب الذي حملني على تأليف بعض الرسائل العربية وحثني على دعوة تلك الشرفاء والمسعودين وكنت أريد أن أرسل إليكم تلك الرسائل ولكن سمعت أن بعض عملة السلطان يفتشون في الطريق ويقرؤون الكتب ويحرفونها بأدنى ظن فأيها الأعزة أنبئوني كيف أرسل وبأي تدبير ينتصل إليكم وأنا أجتهد في مكاني لهذا المقصد وأشاور المجربين وها هو الله رب العرش العظيم قد أجاب دعاءه فخلق الإنترنت وخلق المطابع وخلق القنوات وخلق المعلومات وبتلفون صغير تطلع على كتب الأرض أجمعين ومنها كتب المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وهي الرسالة قد وصلت إلى العربي فعليهم الآن أن يتقوا ربهم وأن يعرفوا محبهم هذا هو المحب الحقيقي للعرب نعم نعم